عطوني كلمة إذا قالتها المرأة للرجل بس لازم يجاوبون الرجال الحين إذا قالتها المرأة للرجل الرجل يعتبرها إهانة والمرأة لا تعتبرها إهانة هاتوا أشوف يلا جاوبوني يلا خنشوف هاتوا نشوف الإجابات أنت مورجال أنت عديم الفايدة أنت متخلف أنت موريال أنت موراء الخوف أنت ما تعرف اسكت يا أحمق اسكت يا أحمق أكو حيث ما يقول هذه إهانة أكيد إهانة هذه ما تساعد لو أنت رجال طلقني يا ساتر هذه مرة واحدة داشة عمير كذاب أنت عاجز مو شخصية أنت ما تفهم والله طلعت قواميسكم كلها ما دري من يقع يجاوب رجاله ونساء أنتو الحين أنت تسمع أمك أنت بخيل اسلوبك غير متحضر يعني هذه كلها كلمات تقولها المرأة والرجل يفهمها إهانة لكن المرأة عادي قاعدة تسالف يعني ها؟ المرأة بالنسبة لها إن زين أنه يعني المرأة شفهمك أنت يا خاين أشوف هشوف الفيسبوك لما تقول أمك لا تقول كلها تقول حق أمك وين تأخرتوا مع مين روح الله يحاسبك الله يهينك يا ساتر أله 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 أنتو ياريت عندك إيش هالكلمات إيش هالكلمات أنتو شون عايشيني بحياتكم أنتو يا كذاب أنت ما تبيني طيب نزين الآن هذه الكلمات اللي تقولها المرأة للرجل والرجل نزين والرجل يفهمها إهانة الآن الآن سؤالي للنساء الحين الرجال لا يكتبون والله ما يندرهم ساعة منه كان يكتبون رجال له نساء بس المهم الآن سؤالي للمرأة شنو الكلمات اللي الرجل يقولها لك أنت أنت تفهمينها إهانة لكنه ما يقصد إهانة يلا خاينشوف يلا هاتوا أشوف يلا وين طلعتوا حردكم ومساعة أنتو طلعوا حردكم أنا حيخينشوف بس نايمة قوية إنزين من يقارنها بغيرها أنت داشرة أنك رجل عشو أنك رجل أنت ما تحبني أنا نية وتحبين نفسك وينك انتبهي لبيتك آه انتبهي لبيتك تفهمي هانا عقلك صغير أنت مقادرة تسوين شي أنت طلعت خرطي تعرفون شنو يعني خرطي ما تعرفون شنو الكلمة خرطي تعرفون المحارة المحارة مو فيها حيوان داخل الحيوان اللي يمه ها هاي يسمونها خرطي أول البحارة كانوا يدورون اللؤلؤ فيفتحون المحار فيلقون فيها الحيوان هذا فيقول لهم أنه أخذها لقيتوا اللولو قال لا والله فيها خرطي خرطي يعني الحيوان لداخل المحار بس أنا قاعد أشرح لكم شنو يعني خرطي بتزوج عليك اوه انتي ما تفهمين انتي غبية طول عمر اشتعبانة ثولة يا ساتر آه يا دكتور آه طيب ماشي هاي رسالة خاصة شكلها إذا تبين تروحين لبيت أبوك روحي سكتي الناس مقبوطة ها الناس مقبوطة هي قاعد يعلق على جسم المشاركات ها طيب المهم احنا نبينوصلها اللي بوصلها معاكم إذن في ألفاظ تقولها المرأة للرجل هي بالنسبة لها ألفاظ عادية الرجل يفهمها إهانة في ألفاظ يقولها الرجل للمرأة الرجل قاعد يسولف عادي هي تفهمها إهانة وأنا مرة عندي بالاستشارة تقول لي الزوجة دائما يهيني وزوجة جدامها يقول والله العظيم ما هنتها قلتها تدري شلون أنا بعطيك تكنيك سوي قالت لي شنو قلت لها طلعي لك ورقة وقلم وكل ما قالت لك كلمة أنت فهمتيها إهانة سجليها وخلنا أخذ بريك استراحها مدة شهر نسميها شهر التسجيل ما فيها محاسبة وفعلا سوتها طلعت خمستعش كلمة يقولها زوجها هي تفهمها إهانة بينما هو مو قاصد فراحت طلعت لها الورقة وعرف شن هي الخمستعش كلمة صار ما يقول لها الخمستعش كلمة خلاص انتهت المشكلة فإذا مرة ثانية نرجع إذا الشخص أهاني أنا عندي أكثر من أسلوب وأنا شرحت لكم اليوم ست سبع أساليب لحد الآن في كيف أتعامل مع من يهينني تمام طيب واحدة من الأساليب الذكية في التعامل مع من يهين أنه في نهاية الكلام الحين هو قاعد يهيني هيني 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 تمام في نهاية الكلام في خطوتين مهمين الأولى أدور شي مشترك ثانية الاعتذار ركزوا معاي بقول لكم شون تبقون قانون المشترك والاعتذار ركزوا معاي ترى تكنيك صعب هذا شوي بس باش رحل لكم خلف ترض أنا مع شخص في العمل تمام احنا زملاء في العمل في الوظيفة هو غلط علي وقام يهيني تمام قام يهيني يهيني يتكلم 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 جملة صال لنا خمسة سنين مع بعض مشترك كل يوم نصبح مع بعض مشترك إذن أبحث عن المشترك وابدي أذكره في المشترك أشياء احنا مشتركين فيها طبعا هذه ترى هذا أسلوب ذكي جدا شي سوي في اللي قاعد يهين أنا قاعد أهدي شون أهدي قاعد أذكر الإيجابيات أذكر الحسنات اللي بيني وبينها فلما أذكره بالحسنات اللي بيني وبينها هو يهدي 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 فييني بعدين القانون الثاني شنو هو القانون الاعتذار أنا قلت لكم القانون مشترك واعتذار صح المشترك اللي بيني وبينه والاعتذار أقول له لكن أنا أنا راح أعذرك على اللي اليوم قلته ليش؟ لأن أنت حسناتك كثيرة وأنا بيني وبينك أكثر من موقف أنت صراحة والنعم وقفت معاي فأنا بأعذرك على اللي قاعد تقوله وأنا أدري أن أنت مو قصدك شفتوا شو سويت أنا؟ شو سويت فيه؟ أنا كل الكلام اللي قاله ذوبته ذوبت الكلام هذا قانون يسمونه قانون المشترك والاعتذار طبعاً لو هو آدمي محترم زين يعني راح يقدر هالموقف لكن إذا هو لا آدمي ولا محترم وبيستمر بالإهانة هذا عاد الروح حق جماعة السفيه والأحمق وهني أقول لكم اشتروا دماغكم محسن لكم تعالوا على منهج الإمام الشافعي رحمة الله عليه إذا سبني نذلوا انتزايدتوا رفعة وما العيبوا إلا أن أكونوا مساببوا فإذا الناس أصناف ولذلك نعرف شو نتعامل معاهم أي الحين حق التكنيك الثامن اللي هو أنه لا هذا مو إهانة هذا قام يعتدي علي هنا أنا عاد ممكن أدافع عن نفسي أو ممكن أبلغ الجهات القانونية إذا أنا في العمل أبلغ مديري أشتكي عليه أقدم شكوى أو أروح للدائرة القانونية مثلاً وإذا أنا بالسوق أو بالشارع أو عند الشرطة الشرطة أو عند البوليس وأشتكي عليه لأنه هذا إهانة يعني خمس نجوم إهانة واعتداء إهانة وعدوانية لأني بعد لازم أحفظ حقي أنا هو ما أقول أنا بظل ساكت 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 عد لموته أنا أظل ساكت مع المحترم لكن الغير محترم لأ ليش أسكت أخذ حقي لأنه هو إنسان غير محترم أو أني أتجاهل وأمشي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة نقول سلامة ونمشي ما نركز عليهم شوف شوف في آية في القرآن سبحان الله منهج رهيب في التعامل مع من يهين ولقد كذبت كذبت رسل من قبلك هنا الله عز وجل كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن التاريخ عن الرسل اللي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم شون كانوا يهينونهم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا شوفوا فصبروا هذا الحلم هذا اللي قلت لكم عننا أنا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا الرسل طبعا أوذوا يعني في سبيل الله وأوذوا حتى أتاهم نصرنا شوفوا فالله عز وجل ينصركم إذا الزوج أهانكم الله ينصركم عليه وإذا الزوجة أهانت الزوج الله ينصرها عليه الله ينصره وعليها قصدي زي فأي شخص هين إذا صبرتوا ورفعتوا الفاتورة يا رب العالمين الله عز وجل ينصركم عليه والآية واضحة ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا حتى أتاهم نصرنا شوفوا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين إذا الله عز وجل يحكم بالعدل فالمظلوم الله ينصره وليتعرض للإهانة رب العالمين يدافع عنه ويحمي فأقول لكم قصة حلوة صارت هاليومين تصل فيني أمس واحد وقال لي أنه أنا دخلت على منصة الدكتور زواج من ثلاث تجهر والحمد لله الله وفقني وتعرفت على بنت وصار الزواج من خلالكم يقول ذاك اليوم أنا قاعد في البيت شانت قول لي إختي أنت شون زوجت شانت قول لها والله أنا زوجت كذا 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 شانت قول لها علمني أنا يعني ما توفقت بزواجي واتطلقت من 12 سنة فإن شاء الله يكون لي نصيب يقول والله قاعدتوا إياها وعلمتها شون تدخل منصة الدكتور زواج يقول والله ودخلت وسجلت بياناتها وبعد اسبوع عشرة أيام كانت قول لي أنا تعرفت على شاب صراحة محترم وجيد واخلاقة طيبة يقول كان يقول لها منو كانت قول له هو فلان لفلاني قال لها فلان هذا صاحبي قالت له والله تعرفه قال لها طبعا صاحبي من أيام الدراسة من زمان وعرفة ليه اليوم وبيني وبينها علاقتها بين حين اتصل فيه يقول والله كانت تصل فيه كان يقول لها يا فلان انت متعرف على وحدة في منصة الدكتور زواج طبعا تاكن صدم قال شذرك انت قال لمو هادي اختي وهادي الساعة المباركة وإحنا صار راحا شارينك كان يقول لها بدام اختك أنا بعد شاريكم ملشتهم تمت أمس ونقول لهم مبروك عصر الله يوفقهم خبر حلو ومفرح عادي يقول لي صاحبنا هذا يقول انتوا الحين في منصة دكتور زواج زواجتوا اثنين من بيت واحد في الكويت